السلام عليكم بداياتاً شكراً لرئاسة الجلسة على حظيم وشكرينا دكتورة عرفة على التقدمة الجميلة دي بشكر برضو لأستاذة دكتورة مهر خلق قسم الأمراض الصدرية بتبقى سيط على الدعوة الكريمة أن أنا بقى مشارك معهم في المؤتمر أنا أكتب اسمي ما بحطش هكتبه أن أنا بروفيسور فقسيوت القيادة الهادئة للدكتورة مهر الحقيقة أحسد قسم الصدر اللي وين دول على اللي هم مع الدكتورة مهر إن شاء الله ويبقوا قاسيب الموضوع الاكسترابرموني هيظل برضو الكوفيد بالرغم من الحمد لله لين دول الانتشار تقريباً مقربين من زيرو ليبل أنا ببدل أن يبقى في حالات هو ممكن يكون في حاجة تانية بس مش كوفيد لأن المساحات كلها بتطلع نيجاتف أي حالات فيفر وبودي ايك دلوقتي وبتاع بنعمل مسحة حتى لو فيه بولموناري منفستيشن بتطلع نيجاتف الله أعلم يعني هل هو ميوتاشن ما بيبقىش في البي سي آر التقليدي ولا هو مفيش كوفيد بقى خلاص الحمد لله بس فيه مونكي بوكس ربنا يا ستر رسال الله وما يلعبوش فيه ويبقى مشكلة أخر الاكسترابرموني أنا كنت فاكرة حاجة صغيرة طلعت حاجة كبيرة بس هرحاول للمها بسرعة طبعا هو الأساس عندنا البرموناري وهو ده المشكلة لأنه بيعمل ARDS وده اللي تقريبا هو المين كوزوف ديس لكن فيه اكسترابرموني مانيفستيشن كتيرة كل السيستمز دي بتتاخد وكلنا شفنا الحالات ايزر هيماتولوجيك كارديوفاسكولار رينال جاسترونتستينال هباتوبيليا ري اندوكراين نيورولوجي افسالميك درماتولوجي أي حالة في الجسم فيها اس 2 يبقى على طول الفيروس ممكن يشبك ويخش فيها ويمكن ده ملخص لمعظم الحالات او لمعظم الاكسترابرموني مانيفستيشن سيستمز كلها متاخدة وده الكونكلوشن بتاعنا بس احنا هناخده تفاصيلا سريعا سريع كده البطوفيسيولوجي احنا عندنا السبايك بروتين ياما اس 1 ياما اس 2 الاتنين ليهم رول الاس 1 ديترمينزي هوست ريج ان سيلور تروبيزم ان تفاصيلت فيروس تتشمين لتارجد سيلور لكن في عندنا الزريب بروتينيز ترانس ممبرين اللي هو الاس 2 ده بيبرهيم الدخول قبل ما يخش على الاس 2 ريسبتور اللي بيخليه يبقى في النيورولوجي وفي الرسبيراتوري وفي الرينال وفي الفاسكولار اكتر دولれ 4 ميكانيزمز اللي بيعملولنا 10 yeah all economia وهم اللي بيعملوا 11 yeah ههم اللي بيعملوا 11 yeah 초 zinc يا تحيدة هو الفيروس سياخد Ste tips تقسك على طول على الطريق انه هو يخش الغريب انه هو دي الاسكيمة دي جايبة توزيعة الغريب في البودي كله الاكتر حاجة موجودة موجودة في التستس وعلشان كده تقريبا الجونادس بتبقى وفي ناس كتير جدا هتبقى بعد حيبقى ودي يعني هم مش بيكلموا عليه عشان ما يخوفوش لكن دي دي الحقيقة اللي موجودة سواء اللي دي سيل او سيرتولي سيل اللي اتنين هيبقى والاثنين دي بقى التوزيعة كلها بسي انا كنت معتقد ان هو اكتر واحد طلع لأ اكتر حاجة فيها الاسطو ريسيبتورس الاسطو برضو كبان الاندوسيلية سيل ده مش ليه لان الفاسكولر كله سواء فينس او ارتيريا كله بليان وعلشان كده برضو الفيروس ممكن يخش ويعمل لنا اللي احنا شفناه كلنا وانه كلنا لما ندي انتكواجلنت العين احيانا خرخر وما يحصلش تحسن ويحصل استيل سرومبوزيس لان هي بتبقى سرومبو انفلاميشن اكتر منها سرومبوزيس عادية الانفكشن ميديد انفكشن ميديد انفكشن ميديد اندوسيليا الانجري هارت طبعا شوفنا كتير جداً السينيس ستروكس كتير جداً كلها يعني يخش ستروك يطلع بعد كده كان عنده كوفيد يخش ام اي يطلع كان عنده بعد كده كوفيد هو اللي عامل له القصة دي كلها كمان فيه انهيبت الفيبرينولايسيس مش بسي بتصرومبوس ده كمان بتمنع الفيبرينولايسيس وبالتالي السرومبوس بالدناة مستمرية كتير جداً الديس ريجوليشن بتاع اليميون رسبونس ويطلع بقى اليل سيكس والسي ار بي ويطلع كل البيدياتورس دي والدي دايمر الاليفيتد والفيريتين وكل الحاجات دي بتاعفكت اي التشوز وتعمل لنا الاكسترا برمونري منيفستيشن اخر حاجة بقى الديس ريجوليشن الفيبرينولايسيسيين اللي هو بيدي بردو في الاخر افكشن للانشي تنسين والانشي تنسين تو وفي الاخر بردو هيعمل لنا اكسترا برمونري منيفستيشن لو جينا ناخدهم اه واحدة واحدة كده مثلا الهيماتولوجيك كلمنا على ان لينفوبينيا كلنا شفناها ليكو سيتوزز في بعض الحالات ديوتروفيليا سروبوسايتومينيا كل الانفلاماتريو ماركرس دي مرنا عليها ليس ار سي ار بيل في الريتين كل دي الدي دايمر الاليفيتد الارتيريال سروبوتك سواء كانت اما اي سكيميك ستروك اكيوت لمسكيميا مزينتريكس كيميا حالات جات وتفتحت بزينتريكس كيميا تطلع بعد كده اكسترا برمونري منيفستيشن الفينا سروبو ايموليزم وكلنا شفنا الحالات دي كتيرة جدا خاصة البرمونري ايموليزم تبقى مايكرو سرومباي وممكن ما تتصورش او ما تبقىش ما تبقىش في ميجور فيزل يعني الكاستر ريليتد لو فيه كاستر ممكن اتلاقي التب بتاعها سرومبوزيس والسايتوكايريليس سندروم اللي هي ببقى هاي جريد فيفر هاي بوتينشن مالتي اورجان المفروض بان احنا نعمل للعينين دول اندخلهم جوه الدراسات علشان ناخد بالنا منهم علشان نكونسيدر كل الحاجات دي ونكونسيدر الميون سابريشيب باي كورتيكو استوريد من فورب روتين ريسك اسيسمانت استروجي يكونسيدر فارماكولوشكال بروفلاكسس ولو انا هعمل فارماكولوشكال بروفلاكسس لجزئية الفيزلز يبقى لازم اعمل بارنا زي ما كلنا استخدمناه احسن او الكونفشن الهيبان اللي عاندي لينل افكشن وبوست الاسمتع لو العين كان عندي جوه او بياخد هبارين او بياخد الامتع معاييرويات يجب علينا قrésم مع وكي نام 710 أو العميكس 7 ونصف مغراتين لمدة حوالي 31 أو 39 يوم زي ما معظم الريفولس قال نعمع لحاجات اللي هي مش مهمة سريع الكارديوفاسكولار الكارديوفاسكولار الكاردياك كومبليكيشن يعني هي بايدا يريكشنال دراكس عندنا الاس 2 والاربيس لها رول وبيقولون هي بزاود السبتابيليتي وهو نفس الفيروس بيأثر على الهرد ففي بايدا يريكشنال وي بين الاثنين المايوكارديال انجيري المايوكارديتس الاما اي سواء كان طيب 1 او طيب 2 الطيب 1 اي ده انه هو بيحصل سبونتينيوس نتيجة لي طيب 2 بيجي من الامبالنس بين السبلاي أوكشين والدمان زي حالات السيفير هايبوتينشن او الستريسس كلها بتبقى جاي من برا الهرد الطيب اي كانوا بيحصلوا في الكوفيد مش الطيب 1 بس اللي كان بيحصل دي ميكانيزمس خاصة بقى الهرد اللي هو السيتوكا كان ريليس كان اكتر حاجة بالضر طيب 1 والاكيوت كرونالي سندروم وبعض الميكانيزمس الأخرى زي الميكانيزمس الدياجرام واضح هوا والأفكشن كله مش عايزين نضيع الوقت فيه بايوكارديا الانفاركشن طيب 1 عند طيب 2 مايوكارديا تساريزمس سيفير في انتريكولار وقولك العيان طب ساكت طب ساكت هو كل ده من الاريزمس بعض الحالات انتهت بالكارديومايوباسي وكارديوجينيك شوك ده البرسنت تقريبا بتاع الكاردياك مانيفستيشن في الكوفيد الكوروناري ارتري ديزيز الاكيوت كاردياك انجري كل دي برسنتيج في الحالات حسب الدراسات اللي معمولة كارديوجينيك شوك 49% من الحالات هنعمل ايه بقى وناخد بلنا منهم ونصور ونعالج والنان فيزي فيه مودينامي كل ما تقلل الاحتكاك بالبيشن تبقى افضل الكاسترازيشن وتصلح على طول الاستيمي والنان استيمي الرينار برضو احد السيستمز اللي بتبقى افكتك جدا كلنا شوفنا حالات اكيوت كيني انجري ولينا الكورتيكال نيكروزيس وشوفنا حالات هيماتيوريا واندي كلها في بعض البيشنس كلهم انتهوا بان احنا عملنا لهم الاياليسس بروتينيوريا هيماتيوريا متابوليك اسيدوزيس وكلوتينج وإكسترا كوربوليال سيركيت هنتابع باليورين اناليسس هنعمل رينا ريبليسمين سيرابي حيانا نحط العيان يعني اتنين عيانين على مكنة زي ما كانوا بيفكروا نحط اتنين عيانين على فنت علشان انت عندك برضه كتير وعندك ريسورسز قليلة فكنت في الاول محتار الجاسترونت ستاينال يعني انوليكسيا ونوزيا ومايكروفيزيكولر استاتيوزيس كل دي حاجات كانت موجودة وكلها جاية من الديريكت فيروس انجري للجي اي حتى كانوا فترة من فترات يتكلموا على الريكتالسواب وعلى ان الفيروس موجود في سبعين في المية في السطول في حالات الكوفيد فواضح ان الجي اي سيستم مواخد شغل كبير يعني نوزيا فوميتنج ابدومينا البين انوريكسيا ميزينتريك اسكيميا طبعاً كما شاهدنا الميزينتريك وهي الهيباتيك ترانس منيزيس كانت كلها والبليروبين والسيرم قلبي ثلاثين لاربعين كان لديهم انوريكسيا ضيارية في اثنين لخمسين في المية نوزيا وفوميتنج وابدومينا البين كل دي مانيفستيشن ونسب كلب في الدراسات اللي معمولة في الافكشن اندوسكوبي كل ما نقلل الاحتكاك بالعيان يبقى افضل الهيباتو باللياري افكشن الاندوكراين لم يسلم الاندوكراين وكل الاندوكراين تقريباً متاخد سواء كان بقى السارس بيدايركت او بيخش من اللونج ويعمل ميدياتورز وانفلاماتور ميدياتورز وتأفكت الاندوكراين سيستم او الدراس اللي بتتاخد بتأفكت الاندوكراين سيستم السيرويد جيلاند البتيوتري البانكرياس البانكرياس افكتك جداً حلقة كتير ضيابيتس وكان الناس بيتخانقوا مع الدكاترة ان انتم بتدو استيرويد لا ده هو اللي عامل دامش للبانكرياس وعمل الانسلين ويبقى فيه انتم بتدو استيرويد للدراس والتريات فكل الاندوكراين سيستم افكت الاندوكراين والاندوكراين والاندوكراين كل دي كانت او كانت اكسترا لحالات الكوفيد ولو احنا شفنا النسب برضو النسب مش قليلة على الاطلاق في الحالات دي ريموت فيديو احنا ما بيحاول دايما يقللوا الاحتكاك في الإفاليوشن بتاع العيانين دي الدرماتولوجيك مانيفستيشن على شتى الوانها واسبابها ووصفها فدي ملاقص دي الدرماتولوجيك مانيفستيشن بابيولز وفيزيكيلز وحاجات زي الفاسكولايتس وده الدراسات والنسب بتاعتها كلها ارتكاليا ناشف كياب وكده اربعة واربعين في المية من الحالات كان عندهم كوتينيس مانيفستيشن قالوا ان الدراج اكسبوشر لها رول بالذات الهايدروكس كلوروكين والريمد سيفيرو وتوسوليزيماب حتى الامريكان كوليجي بتاع الدرماتولوجي قالت بلاش يا جماعة البايولوجيك سيرابي في حالات الكوفيد علشان هتعمل لنا مشاكل في المسكوليسكالي قالوا طبعا البين ده البين ده كان الميالجية وكل نص العينين كانوا بيشتكوا من سيفير بين والسيراب سي كي كان بيبقى عالي السايكاتريك بقى السايكاتريك السيكاتريك كانت موجودة في العينين بالنسبة 20% ده البريشن ده البريشن ده البريشن ده البريشن ده البريشن ده البريشن اللي تريزيج هرمون والنسب بينهم وبيعمل ده شهور الفيروس الواحده المالتبول انفلاماتي صندروم في وعمل كوازاكي لو متعليقش المالتبول البريشن فقد تسمع الفيروس الواحده عمل خاصة المالتبول تصنع الريزميا صندروم 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 مالتبول وإفادة الأطفال في المالتبول انفلاماتي صندروم بشكركم لحسن استمعكم ترجمة نانسي قنقر